السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في خليل جيمينج الحين طبعاً كان في شي حد اشاره علي قبل فترة انه هني نسيت ارفع التاكسل 11% رفعتها يعني ونسيت اخبركم المهم خليت اللعبة شغال انا سيوم استوى 200-200 في حد طلب مني مدينة فخمة فخامة جنب الصناعية احاول اسويها فشو باسوي بنسوي جدار اشجار ونبدأ مشروع الارض الفخمة اللي قلنا اننا نحن شوف الحين هاي مددت اكثر من هني بخلي فراغ هناك حق الصناعية حق مشاريع مستقبلية حلو وبنبدأ في هذا الشارع نفسه بنغيرها وبنبدأ شي فخم يعني فخم شارع كبير ما زمان ما سوينا مشروع يكون فيه شارع كبير الحين هذا باي سكل لينز ها فيه سياكل هذا مع حشيش هذا مع باس مع هذا طبعا انا اتخيل ان المكان فخم ما راح اسويه مع باس فبخلي السياكل زين وهذه مدخل المدينة اللي مفروض انها تكون فخمة اوكي المدينة راح تحتوي فراغ كبير في الوسط تكون عماير على منو على ش على البحر شارع عفوان على البحر طبعا بتغطي هني بعد اوكي زي راح يكون عنا صفة عماير هني صفة عماير هني وممشى هني ديكوريتف حلو ادري بعثكم اوه خلي الصناعية هني الصناعية هني اظنى لازم ننقلها شوي بعيد صراحة مع الوقت مع الوقت في ويد اشياء في حد قال لي انت اهملت المدينة القديمة لكن بنبدأ نسوي لها بقريدات بعدين لان اللعبة احنا ماشيين فيها شوي مبدأ الضخام معنزين الحين خلنا نشوف صفة عماير حلو صفة عماير الله والقياس الحين كيف بيضبط معي في ناس ملنين من هالجزء في ناس يقولون تطور الحلقة فانا ما عرف اسطف مع منو ننزين الحين هذا ميا نسيدة صح هذا الحبيب ميا سيدة فشو نسوي بنشله وبنشل اللي هني بعد ننزين وبنحاول ان نيب شارع ياخذ عارتين نفس اللي قبله بالطريقة هاي وبنيب عندنا هني مربع واحد او ثنين مربع واحد يكفي هذي يعني هاي الشوارع يا جماعة بين عمايره الشوارع اللي بين عماير شوي تاخذ يعني هاي شوارع كبيرة فتاخذ مساحة طيبة خلنا نشوف خلنا نسيب الطريقة هاي افضل لنا شوفوا ايواء الحين هذا في احتمال هني لحصول زحمة على فكرة شوفوا المنطقة الالحين شكلها فل فراحتا لا انا اسف بس فيك شي غلط انت اولا شو انت ازعلان مني ليش خلنا نبدأ نعطيكم الشكل الاولي للمدينة الحين هاي الصفة تكفي أبا فراغ في الوسط الفراغ في الوسط راح يكون كن ضعفهم تقريبا حق حديقة طولية في الوسط وحق مركز تجاري وحق هاي الامور المنطقة الضخمة صح راح نسوي شو اول شي نتشوف خدمات الماي وين طبعا كالعادة يعني ليش سلسلة انا عندي فيها موي ما فيها موي طبعا طبعا ما فيها موي الارض اللي جمع بنشتريها بمد اذا كان في سؤال على هذا الارض اللي علمين للحين ما اقدر اشتريها الموصل خمسين الف راح نقدر نشتريها انزين الحين شو بنسوي في الوسط خدمات و بارككس يعني نتكلم عن عماير عماير تاخذ مساحات وتاخذ مساحات شو اشياء وايد يبونها الناس انزين فبالتالي نحن هني بس قيمة الارض راز بتكون شوي مرتفعة نسبيا بالنسبة لباقي الاراضي لانها على اساس مقصود انها منطقة يكون فيها نوع من انواع الفخامة نزين فبالتالي شو بسوي بني بالبرش هذا ونرفع من حجمه ونزيد هني المكان انا ما بقعد اخلي ناقص بعدين بنرتبه هذا كلا بنرتبه نزين موضوع السياك اللي راح يكبر هني في هالمكان نزين اذا بني وبنحطي لنا مفرضا عماير تكنية بالطريقة هاي حلو شوفوا بالطريقة هاي وبني بالشارع بنحاول ما ناخذ اكثر من بلوكين يعني خلنا نسير بالطريقة هاي زين واحد زين ثانين ناسا قايز حاليا ثلاثة الحين هذا الشارع بتقولي اياه بالضبط سلام يا سلامي على القياس نزين الحين هذا بالضبط ما نباهم على الجماعة اللي هني مش بالضبط نباهم نزين اللي راح يستويه كالتالي راح نمج شارع في الوسط شارع سياك البعد كل الثيمة هني لازم كل حد يطلع يتمرن بالسيكل ومانا بحدة هني تقريبا نمشي نزين هذا وده غراس غراس بايس كاللينس نزين هذي خطوط شو واحد بانين قريبا طريقة هذي وهذا بالطريقة هذي في الوسط نزين هذا المكان مفروض مفروض حاليا الخطة انه يحتوي على نوع من انواع المجمعات التجارية او اوبرا او شي منها ممكن نحطي على فكرة حتى تراس بورط طوار في الوسط ترابع ما يكون عنا هاي مشاكل نزين بس 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 خلنا نشوف وين كان جراند مول اوبا بنبني شوي اكبر اقدر احصله هذا شو اوفيس لا ما بحطي مع نفسك اوبرشن اوفيس الاخره ما بنحطي هذا ما بنحطي هذا ما بنحطي مشروع فاشل عندنا هني بعد في اكسبو وفي عندنا الساينس سنتر ساينس سنتر بعد جيد جدا وعندنا العمارة هاي نقدر لانه منطقة عمائر نقدر نحطي شي نفس هذا على فكرة يعني بس 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 حاليا ما افضل شي نفس هذا ابا شي الناس الستيديوم اوو يعني الستيديوم والله مشروع مشروع صراحة نزين اذا احطي استيديوم هني او شو المكان ما رحكف طريقة هاي الثراثة هني ثانين اكتشوف اه تزفاين اطيب الطريقة هاي امورة طيبة لا امورة طيبة امورة ميتين ميتين في الوسط هنا منطقة سوري هذه كتوتل بتكون زون لها ثيم حلو هذا ثيم انه هذه كامل امتداد مدينة ضخمة بس ما اقدر سوي زون لنا هذا برع وفي الوسط بنسوي شو عديقة لهي هذه على فكرة هذا مستهلك مساحة جغرافية ضخمة ولكن ولكن المفروض المفروض ان هاي كهرباء اول شي وهاي المفروض يبدون يبنون بيوت ترى بس عندي طلب على البيوت بس ما حد قاعد يبني بس براية مشكلة من مشكلتي خلني شرب قهوة الشي الثاني هذا ما بخلي هذا من البداية شو بسوي بسوي بوصله من هني لداخل هلو وصله من هني لين داخل فاركنات اثنين طوليات فاركنات اثنين طوليات طبعا بحاول اخليهم نفس الشي اوكي هذا اني بهني رايت ارو السهم اللي على يمين نحاول شوي نعدل البوينت هذا ما منه فايدة لا منه فايدة اوكي ونسحب الباركنج الاعلى شوية هذا السمنت بنزيده عادي ممشكلة نسوي بالطريقة شو هاي بما ان هالمدينة تحب السياكل وايد راح انني بخطوط مشاه ما للسياكل من خلف المول انوع من انواع الثيم للسياكل اللي بيروح المولو بسيكل مش غلط ابدا بالطريقة هاي على امل اني شو يبدوون فعلا يستعملون في الوسط ما بنسوي شي بس شو لازم نغطي هالعيوب البسيطة اللي هني في المبنى طريقة هاي اه لا ما اتفقنا بالطريقة هاي خبر خبرك علي حسين هذا معناه لازم نحل نحل بشو الموف التول يا هذا شو يا شوية نضبط هذا هاي اشياء مهمة وهني بنغطي على الموضوع بشو اكثر شيرا نستعملها في الثيم اللي هي هاي نغطي على الموضوع هاذا هني ولا الثرابة مزيين بيين شي مخصود وجميل خلا نحطي هي رهني شجر هني والناس التي تتمشى على راحتها ما بين الممشى ما بين هذا ما بين ذاك في زور طبعا ما في زور ما في كهربة اللي نحطي كهربة في مكان على الخلب حاليا ما رح نستعمله بالطريقة هاي يسوينا سنتر للمكان لكن السنتر هذا ما راح يخلص هنا السنتر هذا لازم يكون فيه مجموعة مماشية منبع حديقة الحديقة نبع فيها مماشية يعني صراحة أنه الحديقة يدخلون فيها سياكل ونص نزين الحين هنا يصف وحدة راح تكون تجارية نسوي عملية تنقل ضخمة شوي المدينة طبعا بتكون الحديقة حديقة مدينة ما راح تكون العاب وملاهي وغيره نزين نبع على كل تقاطع تقريبا 1 2 3 4 أربعة بني بالضبط الاتجاه المعاكس بني بالضبط الاتجاه معاكس وحدة من هنا وحدة من قريبيا نزين يبنوها الحين يوم بني بهذه شو أبو أسوي أبو المنطقة تكون يعني بالمول محيطة في مداخل هنا مدخل شوف نفس المدخل الطريقة هذه أصحبه 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 الحديقة مربعية صحيح مربعية في ناس تكره السؤال في نفس الدووير اللي سويتها هناك أجمع لازم يكون عندنا مجال للاختراعات ترى لأن نحن قاعد نسوي مشاريع بشكل سريع ترى إن شاء الله سيدة والله هي مش 100% لكن بعد أن يسعيد في النتيجة زين نسوي بالطريقة هاي وهذا شوي أسحبه هذا ممشكلة نسوي بالطريقة هاي مائل وهذه بالطريقة هذي مائلة وهذه مائلة أمور طيبة وهذا هذا بعد مش سيدة أبدا أمونا يعني عين النسر عرفته وأنه سيدة كل شي بيطلع آخر شي بيطلع نزيل موف التول شوي نسوي ها بول أكثر الحين هذا كل الباقي راح يحاط بشو نجرد بكل بساطة نزيل السور بنحطي طبعا تعديلات البسيط أنتو حافظين موضوع بحث موف التول لأن الأسوار هني و أنك تحطي أشياء بالضبط صعب بس أنك تحركها وتعدلها أسهل بمراحل بنزيل بنسوي بالطريقة هاي وبنذكر الحديقة من هنا هنا عساس بعدين في الموف التول ما مقدر إذا حطيت واي الداخل أني فاتح السنب نسوي بالطريقة هاي ونسوي بالطريقة هذي وشو صار عنا صار عنا أطار ولا جدار حديقة معين أن هذا بيكون هنا في حديقة عنا ما بيكون في شي ثاني هاي زي الحين كشكل كشكل تراها مش سيد ويشوف لازم شوية عديلات بسيطة على جوهر الحديقة أو هو شو صديقنا الفنس أو السياج أو ما عادة في لها تعدد الباب والموت واحد ولا ما يخص نعم ما يخص هذا هنا شوية هنا وهذا بعد شوية رصست ونوع ما سيد أو كي ومع الوقت طبعا في شغلات الصغيرة بنحصلها راح نستغلها وراح نغير في أشياء وايد طبعا نفسه هنا نشوف أنا نسيت موضوع السياج تماما بالطريقة هذي طبعا برجع للموب التول عسب نحرك السياج عملية تحريك السياج والأشياء في اللعبة عملية وايد مهمة أن نحن تعملها طبعا فعلا أن اللي ما يستعمل موضوع صراحة خاصة على الكمبيوتر حالة صعب هو مود هدفة تعدل الأشياء التي تحطيها نزيل الحين الحديقة نفسها راح يكون فيها إطار شجري الشيرة المفضلة ماتي لحق هالموسم طريقة هذه حول ما ولا دور ما دور أي شي مش فتحة للحديقة راح نحط شو خير هذه الخاصية توفر الأماكن ما يسمى بالخصوصية الخصوصية شي مهم جدا شوي انفقدت مع السويشال ميديا عنها ولكن في ناس لا زالت تهتم بالخصوصية ومعظم الناس صارت ما تهتم بالخصوصية نزيل نحط بالطريقة هذه يا جماعة الخير شوفوا هذا إطار الحديقة الشجري الحين صار عندنا ملطقة وسطيعة فكرة هي كحديقة ضخمة يمكن أكثر من اللازمة الشوية للي حس لا تحس فهي ضخمة لا فعلا أنا مسؤونها بشكل ضخم ضليتي ناس تزعل من نسوي السوالف على البستيل بس سمحون نقل نالكم وكثرو هذا شوي بنحط شوي أشياء متشابهة ما بنسوي شي سمترك لهني ما في ولا شي سمترك لهو أن ناحية بالضبط نفس الشي ولكن في أشياء عامة من الحلو نهاية تشابه في التقديم يعني مثلا هذا شو هذا ورستروم وعندنا كافي هاي اللي بنحطيها الرستروم بحطيهم على كل بواب أوكي اللي عزكم الحمامات ناس أحس تحتاجها الصراحة بشكل فعلي وما لداعي أن أبخل فيهم الثاني اللي فيها أنفو بواحد حطين يكفي كفي منحطي كفي هني خلاص في ثلاثة أنفو موجود بينهم الباقيين بحصل حمام وكفي يعني خدمات عند الكوفي شوب ولا هذا اللي انتم سعيدين ولا يمكن تحبون زين الحين بنطلع برانشز أو فروع داخل الحديقة نفسها ليس حسب نعطي الحديقة نوع من أنواع أشكال أو الشكل من أشكال الحياة هذا شي جميل بس الحين بالذات ما راح نسوي فيه أكثر خلاص يعني شكل الحديقة المبدئي راح يكون الطريقة هذه فيه ناس بتسعلم الشوارع اللي مش سيدة أمي بالأمية وغيرها بسوي أمي بالأمية ولا بنرفع الحين الشارع مرة ثانية بنرجع الصفة الشارع بيكون الأربعة بعد قلنا مع السياكل بنقيس هنا بنسوي بالطريقة هذه أوكي ونفس ما قلنا سوينا هذا على بالطريقة هاي عسى بما نغلط في هذا هذا صعب نغلط فيه هذا بيركب على النقطة هذه وهنا رح تركب عندنا العماير التجارية في المنطقة شوفوا الحين أسست منطقة أساسها حديقة وبتتمدد في حديقة وعليمين وحدة من مشاريع بيكون في قطار وأشياء خدمات تفاصيل ثانية فهنا بيور الجماعة اللي بشكل نقي جدا قاعدين يحاولون يعيشون فقط لا أكثر ولا أقل والحديقة رح تسمح لي أحطي أشياء فيها يعني هالفراغات اللي هني الخطة أحطي بمثلا مركز الشرطة ولا مطافي ولا هذا والله تصدقون مشروع أكثر من ناجح ممكن نصغر نطاق الحديقة ونحط فيها يعني إذا أي بالحديقة بالشكل هذا حديقة بالشكل هذا لأنه ما عنا بوابات داخل يصح وأخلي هذا الشبك شرط أني أخلي يعرف حطي هذا هني عفكرة بنوصل تقريبا لحي خمسين ألف ونحطي هذا هني يعني هني نقدر نسوي ميادين واشياء أمور باركنات للحين ما حطينا خلنا نحطي باركنات هالشي قهرني بس ما أدري إذا أقدر أمسح أوكي نايس ويا هني بس على زاوية ما تبين أقدر عدلت نزيل هني عندنا في الرسم ماذا لازم أني 4x2 8 لا بناخذ 4x2 هني لغاية وهذا بالطريقة هذي وعندنا هذا بنفس الطريقة راح نتحاول نسوي طبعا ها شوية يمكن نعدل الارتفاع ما لبعدين على أساس أن الباركن يبين بشكل أفضل من زاوية لكن بعدها أفضل وهذي باركنات هنا نزيل يحدي يقدر على الشوارع هاي خلنا ندق التم أعلامة الباركن ما في شارع في باركن هال حديقة راح تلعب دور دور ضخم أكثر ما تخيلون في السياح شوفوا كمية الناس اللي قاعد تنقل فيها راح يكون عندنا أزمة خمام هاشا كي نزيل الشي الثاني أنا عندي صناعية هني صح الصناعية أحطي لها شارع بس الشارع بيكون شو لا يمكن البناء عليه أفكر شارعين رايحين ردين أفكر نسترفق تلوزون نق نق أحطي شي نفس هذا يعني أحطي بالطريقة شو هاي بس عساس أن يكون شوي سيد عساس الناس ما تمسك بريك هذا زاوية ولا شسم الناس هذا ما في خطوط مشا ما تقري تروح هنا وبالعكس صحيح وفي المقابل المقابل نقدر أني بهذا التول نحطي بالضبط على زاوية الشارع شو لنح شي ش ش شجر شجر اللي اخترناه هذا السيزن هذا أنا آسف اللي مش عايب إنك الشيار وهذا لكن أنا عاجبيني الصراحة وراح أستعملهم وأتمنى تسامحوني على الاختيارات لكن هو مجرد ذوق يعني نزيق بالطريقة هاي استوى مخرج إلى الصناعية أبدا ما راح نقصدقون هني بعدنا بنحطي بيوت ترى لا تحسبون إنه هني ما يكون في بيوت هني بعد بيكون في بيوت بس المنطقة شوي فيها مثل ما قلت لكم طابع الضخامة طابع الضخامة الحين هذا الطابع اللي أحب بس خلان بندها هاي بعد ما بندت أيوة طابع الضخام وهذا جميل بس الطريقة اللي أنا مسبونها فيها شوي ممكن ما سويتها قبر بس هاي جمالية الموضوع أحاول أسوي شي ما سويت قبر يعني لأن سويت واحد أشياء في الماضي في سلاسل واحدة بس مدينة بهالطريقة أن تكون فيها كمية السياكل جدا ضخمة بعد بالذات أنا ما سويت صراحتا هني بعدنا بنحطي بيوت وبنتري البيوت تبني على الغلب والحين بنحطي حوطة المكان ولا يخلي المكان أصلا مميز له ممر السياكل وشير نحن لازم ندخل هنا ونحطي من هنا عندنا الحاجز الاسمنتي بنسوي الطريقة هاي هنا ما بسوي بسوي بالطريقة هذي نزين هني خلا ميلا لا هني تعرفون شو بسوي لا 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 بميلا بميلا انت بأسوي نفس مينة بعد هنا طلع من نقوار بها بس حسيت فكرة سيئة جدا نزين طبعا تعرفون انت الزوائد البسيطة هاي يبقى لها شو يبقى لها ترمنق أو تعديل شوي هاي الى آخر بالطريقة هاي ما يبين مكان قبيل اشيء الوحيد اللي اقدر اسوي برا على المدينة هني العبرة كلها هني انا ممكن اسوي هاي حديقة بس ما بس بس حديقة بس بها ممشة مجرد ممشة فقط والممشة كامل عبارة عن السياكل احس بيكون مش ولا بد الناس بعد تمشي وهني عفكرا يمرون في السياكل ما عنا مشكلة يعني بنوصل علي هني بوصل شارع من هني هني ينزل على الحديقة المركزية طبعا هني عنا حديقة نحن مركزية فبالتالي شو بنسوي انا ها شوي مضايق للحظة وانا عنا حديقة نحن لا 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 تستهبل علي لا تستهبل بزعل نزيل بنوصل هم تقريبا بكل مكان هترى منطقة ما فيها شي يعني اساس ما فيها شي اللي مثل ما تقولون ضخم يعني الطريقة هذي نايس نزيل والحين شو نسوي ننزل منها شوارع بالطريقة هذي وناخذ الموف التول ونزق الرصفان في منو جارع خل الناس تدخل خل الناس تدخل المنطقة هذي وبنحطي لها حاجز بعد ما يدخلوا من اي مكان لازم المكان شوي يكونوا منظم نزيل الحين بالموف التول طريقة هاي طريقة هذي طريقة هاي طريقة هاي كله على الشارع موصول هني بخلي فاضي طبعا الممشى كاملة راح يكون عبارة عن شير الحين ما اظني عن شير لان اريدي هو في شير اذا حطيت شير يمكن يكون مبالغ فيه فشو بسوي الحين بخلي بتري الناس تستعمل الشوارع وهي الامور وبنسوي اقتراحات ها بخلي بعدين اخر السلسلة هابا تكتبون كل حد لانا نحن بنمشي في المدينة زين كل حد تحت في الكمنت هابا يكتب شوها المنطقات تابونها تكون وانا مع الوقت بعدين راح اقرر شي من الاشياء راح اقرر شوفوا هني المدخول فوق الممتاز مدخول الحديقة هاي فوق الممتاز جدا 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 عفكرا نحن قريب ال وصلنا قريب ال 50 50 50 راح يفتح النووي معنا نحن في الحال الخادمة راح نشتغل عن نووي عفكرا ممكن احط اهني بيوت بالضبط بين الشوارع بالطريقة هاي وخلي الناس تنزل على البيوت هاي بس لا يوم انها راح تكون حدايق انا ممكن نسوي شي ثاني انزل هذا تيب الشارع نسوي ان هذا المكان صبر راح عفوا مش بالطريقة هاي لا هذا المكان راح حول الى شو باركنات محيطة بالمدينة كامل من الباركنات هذي الناس توقف سيارات هذا الى وين وصل الهن 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 سيحسب هم على اخر البناء البركنات هذي تكون للناس اللي يزور المدينة يمكن تحسون مبالغ فيها شوي بس انا ما احسن مبالغ فيها راح تنشخصيا انا ما احسن مبالغ فيها لان هذي حركة انا ما تسوي قبل ما ادري كمية المبالغ اللي في الحركة هذي بس يمكن فيها مبالغ صراحة بس ولكن من المنطقي اكثر انه نحطي باركنات ضخمة للمدينة والله مش وايد منطقي بس معلم مش شو لي انتو قل 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 شو كع يسون هاي طريقة هذه عفوا انا على الطريقة اللي كع سويها بس ابقى اخلص هذا الشي في العادة شوفوا هالاشياء الصح تستهلك مجهود لكن ان ما بالنسبة لي تسوى صراحة يعني قلو انه ياخذ وقت مجهود انكم تسوي مثلا كمية باركنات تسوي بارف هاي لمو بس صراحة الوضع يستاهله خلنا نغير لهذا اكي دع مبطي خلنا على الطريقة هاي ان شاء الله يعني ما يبقق القيم ولا يتعلق ان شاء الله بسببت الموضوع هذا اخاف الناس تباركن فوق بعض لان اللعبة يعني بالنسبة لهذا فراغ باركن اخاف يباركنون وان بعدين نتو هاي نزين والحين باركن من الصوب الثاني هاي طريقة هاي طريقة هاي 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 ممكن اخلي فاضي وشوي لأبا قريد للشارع عادي لطف الحين هاي طريقة هاي طاهي ان شاء الله يعطي الشكل اللي في 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 مخيلتي لان لو عطش شكل اللي في مخيلتي راح يكون مشروع جميل جدا سرعة فكرة أنا آسف يا جماعة بس ما بقى حطي حبة بحبة حاليا زين وهذا بخلي خلنا شوف اذا بسوي الى الشارع من وين لوين بسوي طريقة هاي بسوي ابا بمسح هذا اول هذي الى شارع اوكي هني اقدر رحط اشو ثلاثة بايت وثري بايت من زين الشير الخطير ماله وين سرتي هشجري جميل تعال 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 حين صفة المدينة ما في اسهل منها طبعا التول لازم معرف اذا تعملونا بنفس الطريق ولا لكن من احلى التول اللي نزلت في حياتي في وين اللي هوني ارسم الشير خط توفر علي موانات سنين موانات سنين الزمان تعرفوك تسوي حبة 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 شير شير ما كنتخلص على ثلاث ساعات بس ارسم شير نزين بالطريقة هاي الحين صار عنا اوكي المشروع مش سيء صراحة مش سيء بس اللي صار اني شليت الشوارع من هني الحين لازم ارجع من بطوط المشاو تركب عادي كأن العيد كأن العيد يا حبيبي يا حبيبي تسول حتى هني قبل ما كان في شارع ما كنت حط حساب شار ستذكرون حطت لنا باركن نبا الناس تمشي الباركن من باركن تخطف تروح السوق الثاني تاخذ راحتها وتعيش حياتها طبعا هذا لازم يستدعي المو بتقول شوي لازم 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 تقول ما يمشي لحالة طريقة هاي طريقة هاي بالطريقة هاي مدد هذا هذا مدد اللي بعد الحين المطار شوفوا لانه في مشروع مطار وهذا المطار محتاج سبعين كان خمس سبعين الف حلو الشب اللي يب الناس الحين اقدر ابني هذا المكان ممكن في باركنات طويل اشوفوا ممكن ادخل الشارع يمشون علي الناس الطريقة هذي والحين اهدم هاي ادري انا انا حطيت معساب اهدمهم بس ما علي سامحوني لان حاليا كنتيالس افكر كيف شكل المكان الحين عارف شكل المكان قررت خلاص هذا تصميم حلو شارع سياكل حق القطعة هاي بس وسياكل نسوي حق القطعة هاي وندق على هني وندق على هذا ونسوي р عنزين ونطلع النقطة هاي طريقة هذي وطلع شارع 進 هني طلع هني والطريقة هاي وصار عنا شو شارع يديد حق انتم ما اعتمن whispering loyal اللي هم يوم بالقوارب. اما الحديقة ترى تشوفوا. ترى الحديقة ويتسهل سوي بالطريقة هاي توصل. وهني نقدر نسوي بالطريقة هاي ويتوصل والناس تتي من الحدائق وبين الماكن العامة. واخر شي بيشتكون في مكان نفس هذا شو? الباركنات لانه حول المدينة كامل باركنات يعني. وطريقة حلوة لاستقطاب بالناس يعني طريقة جديدة بدل زحمة الشارع اللي هناك الناس ممكن تتي من المعبر المائي هذا. ونرتاح من القضية هذي. طبعا مخصوص القمامة الحين هذا موضوع ثاني جدا. مخصوص الخدمات هذا موضوع ثالث جدا. بس بنحطيهم على الطاير. او ما في وقت اضني. خلي ولتهل والدائم يلا. بنبدأ اول شي. ناجي مركز شرطة مكان. ما فيه. شرطة خير شر. مركز الشرطة. بس بي بليست انا رود سايد. زين هذا شو الحين. هذا ممشارع. خلنا نشل المنطقة هذي. يمكن الحاجز يخليه ميب هنا. المطافي. بنبني دائرة المطافي العودة هنا. شوفوا. بنحاول ناخذ الشير اللي على. هذا بحاول اني ما اكسره. زين. هاي دائرة المطافي. ممكن نسي ورها باركنات. بس حاليا حاليا. انا بامتنع عن الباركينجز والمشاريع الاضافية. انا براويكم يوم قلت لكم وين اقدر احطيهم. ونبا الشرطة. والشرطة مبنوهم. ما بيشلي شير اللي خيره. لايس. نايس 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 نايس. اهني شارع. اهني حديقة. الناس ممكن اتيهني. اح في واحد اه ميت هني. نزيل مو مشكلة. نزيل. الحديقة اصلا منها فايدة. هي هي شو ما منها فايدة استطلع فايدة. نزيل. الصوب الثاني مستشفى. بس مستشفى راح ياخذ اه. يمكن البلوك هذا كله. اذا ما قدرت احطي المستشفى شو بسوي. لحظة. بحطي مكان الشرطة وبايبي الشرطة هني. المستشفى الضخم. وكنا تكسر الحاجز. اووو يسرقب بالضبط. نايس نايس نايس. اوكي. هو مش امية بالامية بس هدا شو حلا. الفكس مالا شوية موبتول هني. اوكي. 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 ما بيفعت شي. تعرف مو شو لازم نسوي. بناد الموبتول. ركبه بلا تتواهل معاكس للداخلها. ايه. ما بينفع. ما بينفع عبدان. صبر كيف ممكن اعدل. اوكي صبر صبر. شويته بالطريقة هاي. اوكي مخبول. مخبول لا لا مخبول. عفوان على الاسكيب. شوفوا. مكان المستشفى ركب بضربط كونكريت. بس مسكين هدا ع سيداهم. ينزل مشو. ينزل مرصيف. بس عادي براية. بس اهم شي مواخر بالدنيا هنا. ما مشو الناس تمشي. والناس تبركم في حظا بعض. ما عليهم مشكلة. شوية بيسامح هنا. وفرنا لهم مضايف. وفرنا لهم كذا. وفرنا لهم مستشفيات. وفرنا لهم اشياء. المكان السنتر اللي هذا قام يستويه جميل ترا. عفكرة نقدر ندعم المكان باشياء ثانية في الخلف. نزيل. الحين في الصحة بعد نحتاج ممكن اذا سيمتري بس صعب جدا. متل ما قلت لكم صعب جدا. بس ممكن نحطي اللي هي خدمة منه. الدفن وغيره. اه حبه. حبه. قضوا على المكان. ما عندنا مشكلة لانهم بالتوازي مع المستشفى. فامورهم طيبة. وهذا مش جزء من الحديقة مفروض يعني كنظريا مش جزء من الحديقة عرفتوا عليه. نزيل. الحين بخصوص هذيل. مستو عنا خدمات يعني خدمات قوية هاي بالنسبة للمكان ماي 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 مغير مكان الخدمات كام لأساس أن أسوي مكان من يسوي عندي طاقة نوية لازم أسوي مستعمر بس حق الطاقة نوية فهذا تشوفون ها كان مشروع ناجح في ناس ما حبت حديقة الحيوانات لكن عفوين أنا بوايد حبنها حديقة الحيوانات ترينس 1200 الجامعة ما شاء الله شغال رصت بس ناقصنها شوي طلاب ونزيد الاتراكتوينس يعني وهذا بيون طلاب عادي بس ها بعدين هني عنا مشكلة قمامة مشكلة القمامة اللي ما راح تخلص عنا هاي ولا كم واحد هنا ما فيه كم واحد تسعة 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 تبعة ثمانية بما أنه هنا صنعية هلا ليش عفوين ما لدعي هذا الشغل الخيز هلنا يبشر على ضيق هنا كم حبا ما أخذه هنا حبا حبت ثلاثة أربعة خمستة حبت ثلاثة احطي هذا بالطريقة هاي اني بما صنعينا عادة تدوير والحسبة كاملة غلط بس ما علي صنعينا عادة تدوير خلاص ياخي ما يشتغلون ها شوفوا قاموا يشتغلون بيروحون هنا يخط دايركت عندهم الدوار المزحوم هذا صراحة ما ينفع يكون دوار صراحة هذا مشروع كبير الحين بنبدأ مشروع يمكن يمللكم فاللي يمل من مشاريع الشوارع يمكن ما يبا يكمل حلقة صراحة اتكلموا ياكم الحين بشفافية تامنا نزيل ست شوارع بنرفع الشارع بالطريقة هاي بعدين بننزلها بعدين بنرد نسوي عادل الراعادي وهني بنختار الاربع الشوارع الاربع الشوارع اللي بنختارها نحقصها هي بنوصلها في هذا الحين هذا الشارع اللي هني هني يستحق دوار يعني اسحب النقطة هاي لين هني وانتب النقطة هاي لين هني والنيب نقطة تصنع الدوار اللي هني شوفوا الحين هذا الشارع لازم نزلها شوفوا التكتيك معاي شوفوا هذا تنزيله زينه دي كلك كنترول إتش على هذا والله يبعد وايد فوق يمدينا نزلها كلك شفت شفت كلك نزل لين هالشكل هذا اوكي الحين الدوار رح يخدم يعني شي كبير الشي الكبير هذا شو أول شي نطلع الهايوي هذا اوكي بنوصل واحد هني خروج بنوصل واحد هني شو دخول مرة بجنب المدينة دخول وخروج اوكي اللي يبي يرد صناعية لازم يدخل هني صح لا يدخل الصناعية دايريكت هذا بعد فكرة سيئة خلي الدوار نفسي يخدمهم صبر خلي نتوفي الدوار كيف خدمت عزين بس بنديب هذا بندك شفت بالطريقة هاي بيردي لف من فوق صح هذي غلطة هم معنى لازم بني بهذا بطريقة هاي هني هذا بطريقة هاي هني انا اظن يبت العيد من افضل اني استبدله بجسر او سيستم ثاني لان السيستم هذا فاشل جدا ممكن ايلس عليه ساعات ترى واقعد اسويه لكن انا انسان وصلت لخناعة اني انا خلاص ما بقى اقعد اكرف بالساعات دايريكت هم معنى نستعمل واحد من المشاريع القوية هاي اللي عندي اللي منزلها من عندناس شغالين عليها بخلونا نلغي الجنكشن هادا كامل هاي مودات تنزلونا ادخلوها على الانترسكشن تنزلونا عادة في وايد انواع في وايد مودات في وايد اشكال في وايد شوارع اكثر ما انتو تخيلونا الشارع اللي من هني بيدخل طريقة همم هذا باي طريقة هنقدر نسيه بالطريقة هاي صراحة بس هذا فكليا احلى بس كزحمة ما ادري جربتها قبل وكزحمة مش وايد فعال نجرب واحد منها طريقة مكان شكله جميل انا على اقل اذا مش مش عملي اخل شكله حلوي يعني انزل خلنا نشوف هذا بالطريقة اخص اخص ناسم اعلمو شو سويه تويب تليده عبهني نزيل هذا بنهدم طبيعة الحال يعني نزيل الشوارع بمتن بعدني باربع سيدات بس شو صغار عساس ما يسوون حشرة ويد وهذا بعد راح مستحى يا أصبقائي هذا راح يكون بعد بالطريقة هاي هذا راح يكون بالطريقة هاي أربع شوارع لازم أزيد هذا الحين الدوار هل بيرضى يسوي موضوع ثاني دعنا نشوف هذا شارع واحد بالطريقة هاي شارع واحد بالطريقة هاي شوفوا الحين شو بيستوي هنا من هذا الطرف يعني الله أعلم هل هي محاولة فاشلة محاولة ذكية غبية أنا ما عرف صراحة يسألني الحين أنا قاعد أجرب أجرب خلال السلسلة ما قاعد يعني نسوي شيء أنا عارف النمية بالنمية بس بس يعرف هني النقاط لازم بيكون فيهن شو لا 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 أنت سويت عكس اللي أنا أبا بالضبط بالضبط عكس اللي أنا هالدوار اللي التحتي نزيل خلنا نشوف الحين كيف يطلعون والله كل على أمل يا جماعة الخير كل على أمل يبالي شوي شير وشكله يكون حلو بس خلصنا راضي نشوفكم بحلقة قادمة خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر